تكرار سيناريو جلسة مجلس الأمة اليوم في الجلسة القادمة سيتبعه خطوات من الرئيس جاسم لخرافي والحكومة قد تؤدي لحل المجلس إلا أن بعض المراقبين رأوا أن تقدم الحكومة بكتاب عدم التعاون لا يخلو من الشبهات الدستورية بسبب عدم امتلاك أعضائها الصفة التشريعية بعدما أزدل الستار على الجلسة الأولى لقسم الحكومة في مجلس الأمة دون اكتمال النصاب تتجه الأنظار حاليا للجلسة التالية المقررة الإسبوع المقبل مع توقعات بتكرار نفس السيناريو فيها أيضا وبعد عدم اكتمال النصاب في الجلسة القادمة أيضا من المتوقع أن يرفع الرئيس جاسم لخرافي الأمر إلى سمو الأمير ليتخذ ما يراه مناسبا حيث يتوقع الكثير من المراقبين أن تكون الخطوة التالية هي حل مجلس الأمة بمرسوم وفقا للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة الحل وفقا للطريقة السابقة يعتقد البعض وإن كان أسلم الحلول إلا أنه لا يخلو من الشبهة الدستورية لأن مشروع مرسوم الحال يجب أن تقره الحكومة ومن ثم ترفعه لسمو الأمير إلا أن الحكومة الحالية لا تمتلك الصفة التشريعية بسبب عدم أدائها القسم الدستورية في مجلس الأمة وبالتالي يرى بعض المراقبين أن تقدم الحكومة الحالية بكتاب عدم التعاون قد تشبه شبهة دستورية كما أن الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة محل خلاف هي الأخرى بسبب القانون الذي من المفترض أن تجرى من خلاله حيث أكد الكثير من الخبراء الدستوريين أن القانون المعمول به حاليا لا يحقق العدالة لجميع الناخبين وبالتالي من الممكن الطعن في دستوريته ودستورية أي انتخابات تجرى وفقا للدوائر الخمس والأصوات الأربعة بل أن من الخبراء الدستوريين من رأى أن الانتخابات القادمة يجب أن تقام وفقا لنظام الدوائر الخمس والعشرين الذي كان معمولا به قبل إقرار نظام الدوائر الخمس مما يعني أن الأمر المعقد الناتج عن حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان انتخابات 2012 يزداد تعقيدا أكثر فأكثر